مرحبا اليوم عنا معاين لأكثر من المنتج من HyperX موجه لللاعبين أو الجيمرز عنا ماوسين زائد ماوس باد قليل نشوف معاين مع بعض ملاحظة في مفاجأة آخر الفيديو فأحضروا للآخر نروح مباشرة للأنبوكسنج أو فتح الصندوق ونبدأ بالPulsefire FPS Pro اللي بتدعم خصائص متعددة منها الانجنيوتي اللي هو البرنامج الخاص بها HyperX للتحكم بإضاءة RGB وطبعاً بتدعم RGB والأمام عنا الصورة واللوغو تبعها HyperX من الخلف في عنا المودز المختلفة أو الخصائص المختلفة للماوس نفسها زائد الكفالة ولوغو HyperX أيضاً من الجن في عنا مقطع جانبي للماوس ومعلومات أخرى على الباكيت من الجانب الآخر اللي هو التغليف المعتاد من HyperX اللي بعبر عن المبلغ الانت دافع على المنتج يعني هاي الحلو بHyperX المنتج الأرخص الأغلى أغلى فبتقدر أنت تعرف بالضبط منتجك كم سعره من التغليف هاي البطاقة الترحيبية فيها منتجات HyperX كلها زائد تهني إليك للانضمام لعائلة HyperX زائد المنتجات المختلفة الأخرى بصور إلها هاي الكابل اللي بريدد أو المجدل طبعاً وصلت لـ USB بالآخر الكابل الكواريتي تبعته ممتازة بحافظ على السلك من أي مشاكل بالمستقبل هاي مسكة الماوس إجمالاً أول ما أمسكها جداً مريحة شكلها مش مميء يعني مش خطير ما في أشياء غير اعتيادية ولكن جداً مريحة مواقع الكبسات Accessible أو وصلة للأصابع من الأسفل خلينا نشير الكفر البلاستيكي ونشوف أنه الربر باتز اللي عليها أكبر من المعتاد من الأعلى في عنا الكبسة التحكم بـ DPI وفي عنا الويل والكبسات المعتادة وفي عنا مكانين ببين فيهم RGB من الجوانب في عنا المساحات المطاطية أو الربر عشان ما تزحلق إيدينا المل مستباحها جداً ممتاز وموفقها الحركة خلينا نشير البلاستيكات عن الكبسات الجانبية أيضاً توتل عنا ست كبسات بها الماوس وهاي السيليك المجدل بطوله المعتاد والستاندرد أو القياسي للماوس أعطى نروح للPulsefire Surge اللي هي أعلى ماوس موجودة حالياً من HyperX نفس الإشي Ingenuity RGB الخصائص المختلفة للماوس ولكن شكلها بيختلف وضعات الRGB فيها مختلفة من شكل آخر زائد فيه شوية خصائص موجودة بها الماوس مختلفة شوي عن Pulsefire FPS Pro نفتح البوكس عشان نشوف المحتويات تقريباً التغليف مماثل مية بالمية عن نفس الماوس اللي شفناها بالأول منشوفها الآن في عندنا البطاقات الترحيبية المختلفة للمنتجات تبعة HyperX معلوماتها ومعلومات أخرى إضافية في عندنا البطاقة اللي فيها برضو منتجات HyperX المختلفة زائد ترحيب بعائلة HyperX أما بهاي الماوس في عندنا Quick Start Guide أو دليل لكيف نشبك الماوس ننزل برنامج تبعها إلى آخره نفس التغليف بين الماوسين تقريباً متماثل هاي الماوس طلناها ولكن الشكل تبع الماوس بختلف وشفي شوية خصائص تختلف ولكن بشكل عام متشابهات هاي الكابل اللي بريدد أو المجدل في عليه تاق أو بطاقة بتحكينا وان نعمل داونلود للسوفتوير تبعها وشكلها زي ما احنا شايفين بالذات الRGB بختلف ولكن نفس عدد الكبسات نشيل الغطاء البلاستيكي عشان نكمل ونشيله من الأسفل كمان ونلاحظ أن المساحات اللي بتتحرك عليها الماوس من الأسفل أكبر شوي HyperX بيحكوا أن هاي الشغلة بتساهم في تحكم أفضل خلينا نشوف إذا الكلام صح ولا لأ برضو نشيل اللازقات عن الكبسة العلوية اللي بتتحكم بDPI أو حساسية الماوس وسرعتها برضو لأول وهلة مسكة الماوس جدا مريحة بحسها أصغر شوي بالإيد من الFPS ولكن أيضا مسكتها مريحة ولكن بحسها أسلس شوي أو أنعم بالإيد يعني ممكن تكون ماوس بناتية لأول وهلة ولكن خلينا نشوف هل فعلا أداءها أو مع الوقت رح ضل أحس نفس الإحساس ولا لا الكابل اللي بريدد نفس الإشي أو المجدل بنفس الطول المعتاد اللي متعودين عليه طبعا أي معينة ماوس ما بتكمل إلا بماوس باد نجرب عليها عندنا اليوم HyperX Fury S واحد من أفضل ماوس بادز اللي بتعملها HyperX موجهة للألعاب أكيد أول فيتر أو خاصية موجودة بالماوس باد هاي اللي هي Seamless Anti-Fray Stitchings اللي هي خياطة بتمنع الهريان هيك بتدعو الجماعة وحجمها أكبر حجم اللي هو 900 مليمتر بـ 420 مليمتر بتغطي الكيبورد والماوس بشكل كامل فاتحين لفتحة مقول لك جرب وشوف حس الماوس باد متأكدين للجماعة من الماتيريال أو الصناعة تبعتهم فخلينا نشوف إذا فعلاً أداءها رح يكون زي ما بتدعوه ولا لا من الجوارب في عندنا الفرق اللي متبني هالماوس باد وبتستخدمها ومعلومات إضافية من الجنب زي ما احنا متعودين على معظم الباكيجينجز أو التغليف تبعت HyperX نروح مباشرة ونفتحها عشان نشوف إيش في جوه طبعاً تغليف الماوس باد ما فيها الإشي الخطير يعني احنا خلاص منفتحها وملاقي الماوس باد جوه ومنفردها وبطبيعة الحال لأنه طولها 900 ملي متر مغطي المكتب كامل وحتى الكاميرا الزوم تبعها مش قادر يجيب الماوس باد كامل عشان أعطيكم فكرة بدي أحط الماوس اللي هي Surge وابدي أحط الكيبول عشان تشوفوا انه فعلاً عن جد قديش الماوس باد هائلة الحجم كتير بيستخدموها لعبين الإي سبورت خصوصاً بألعاب الشوترز يعني أنا حالياً قاعد بلعب بها السين أو بالتصوير بلعب لعبة أمامه وار بي جي مش لعبة FPS فالماوس ما بتتحرك كتير وكيبول ما بتتحرك كتير ولكن للناس اللي بيلعبوا إي سبورتز وبالذات ألعاب الشوترز أو الطخطخة بدهم ماوس باد هائل عشان يحركوا الماوس يمين وشمال ولازم الماوس باد تكون حجمها أكبر من المعتاد طيب خلينا نشوف الماوسين والباد مع بعض نقارن بينهم كشكل Surge شكلها اعتيادي أكثر الFPS شكلها جاي غير اعتيادي أو مش متماثل مية بالمية فبتبين بالإيد أكبر شوي هي جاي أنصح كماوس يعني بتعبي الإيد أكثر زائد المطاطات اللي على الجوانب اللي بتمنع الإنزلاخ معطية شعور للماوس أنها غير أن حجمها أكبر قبضتها أفضل نفس الإشي موقع الكبسة جاي موقع وسطي متعودين عليه إحنا الويل استخدامه سهل ومش عامل أي مشاكل أو تعارض وفرزته أعرض شوي بالماوسين فبعطينا استجابة كويسة منه موقع الكبسات جدا مناسب حتى للناس اللي إيديهم صغار ونفس الإشي موقع الربر مناسب جدا الماوس الفنش تبعتها نعمة فأولها بتحس أنه ممكن يكون موضوع غريب عليه خصوصا أن تستخدم ماوس ثانية ولكن مع الاستخدام بتتعود عليها أنا للناس اللي بحب يكون الصغير مرات على الباد ومرات بحطه على الماوس فالربر بساعد أنه ما يسحل فهاي حركة جيدة استجابة الكبسات جدا ممتازة نفس الإشي نروح على السيرج السيرج مبينة على الرغم أنها أصغر مبينة أنها أثقل شوي يعني مش كواليتي أعلى كيف بدي أشرح الموضوع مسكتها جاي غير عن الف بي أس الف بي أس جاي أكبر السيرج جاي أصغر بس أثقل حركة الماوسين أو انزلاقهم على الماوس باد جدا سلسة وبنفس الوقت مش ما بتتزحلق رايح جاي ولكن الموضوع الشكل برجع لكم إذا أنتوا بتفضلوا ماوس أثقل شوي ولا ماوس أكبر شوي للي بستخدم ماوس أو بلعب جيمز رحيفة ما علينا ما أحكي أكبر أو أثقل مدام حكينا عن الحركة والإنزلاق نيجي للماوس باد نفسها المتيرة اللي تبعتها جدا صراحة كواليتي يعني بتحسها عن جد بتسوى من تحت فيه ربرات بتخليها ما تزحلق أبدا وفيه خياطة على الجوانب بتساعد أن الأشياء ما الخياطة ما تتمزع أو يصير فيها إشي بالنسبة للمتيرة اللي لو نقرب عليها اللي بيحكوا عنه الانتي فريل اللي هو مانع للهريان مبين أنه عن جد كواليتي الماوس باد فمنحي هايبر اكس على الحركة فيه مواس بادات كتير أول ما أطولها من البوكس بتكون فيها شوية خيوط منسلة ولكن هاي لا شوفوا الربر من الأسفل لأنه عليه زي الطابات أو الدوائر جدا جدا ما بتزحلق نهائيا يعني أنا بتغلب جدا لمحاول أسحابها فما بتقدر تشيلها إلا لما تشيلها ملا الأعلى لأنه الفروقات بشكل عام بين الموسين مش جوهرية كتير خلينا نروح على الخصائص بالتفصيل زي ما حكينا الف بي اس برو شكلها مش منتظم وبتفرق بشكل رئيسي عن السرج بهالناحية زائد أنه إلها ربرات أو مطاطات من الجوانب زائد أنه الار جي بي موجود على لغو هايبر اكس والويل الأمامي فقط نقدر نتحكم فيهم طبعا زي ما بدنا الكبستين اللي على الجنب فيه برطه تحتهم ربر واللي بيميز هاي الجهة اللي فيها الكبستات أنه لو تطلع على الماوس من الجهة الخلفية منشوف إنه فيه إنحناء عشان ييجي الإصبع والإبهام فيه فعشان هي مش منتظمة من الأمام شكلها يعني هي بشكل عام جميلة وبتيجي زي ما حكينا جن متل ومن الأسفل في عنا البادات جاي بشكل أكبر عشان الحركة تكون أسلس بالنسبة للبالس فاير سيرج الفرق الرئيسي بالار جي بي هو إنه عندنا 360 أو رينج حلقة دايل ما يدور على الماوس تضوي من جميع الجهات زائد لوغو هايبر اكس اللي بيضوي بطفي معنا ربرات نهاية وعنا كبسات على الجوانب بتوتل اللي هو 6 كبسات زائد إنه شكلها منتظمية بالمية والمتيلة الوحدة على جميع الأماكن والبادات اللي من الأسفل برضو حجمها أكبر عشان الحركة أكثر نقطة بس أقولها هايبر اكس واللي هي برأيب ممتازة جدا هي البيكسارت 3389 سنسور الحساس الجديد للموسين لحد 16 ألف دي بي آي نفس الإشي للسيرج 3389 سنسور من بيكسارت 16 ألف دي بي آي ولكن الإشي المميز هو الارجي بي زائد الأمرون سويتشز اللي عمرها لحد 50 مليون ضغطة جدا جدا ممتازة يعني منا نقارن الخصائص بالتفصيل بين السيرج والبرو تقريبا نفس الإشي معادة هالأشياء الماينر أو الصغيرة المختلفة بينهم نفس السيليك الشكل بالسيرج جاي متماثل مش منتظم بالأف بي أس الارجي بي 360 هون بالأف بي أس برو لا طبعا ببداية الجدول كان فيه مقارنة مع النوصات المختلفة السابقة وقفوا وشوفوا إذا بتحبوا عمر الأزرار الافتراضي للسيرج 50 مليون كليك أو ضغطة بسبب الأمرون سويتشز اللي جدا جدا ممتازة مقابل 20 مليون طبعا 20 مليون مش رقم هيئن ولكن 50 مليون كتير أكثر نفس السنسور أو الحساسة البيكسر 3389 أحدث سنسور لحد الآن 16 ألف دي بي آي الدقة ما راح أخوض بالسرعة والتسارع وهذه الأشياء هي جدا تفصيلية ولكنها موجودة لللي بحب يعرفها تردد الاستجابة 1000 هيرتز يعني 1 ملي سكند يعني جدا جدا سريعة ومناسبة للألعاب اللي بدها استجابة عالية والوزن 100 جرام مقابل 95 ميشة الموزن الأعلى أنا بعرف إن حكيت إنه السيرج بتبين أثقل هي ب5 جرام ولكن أنا بحكي مسكتها أثقل لأنه بتبين أصغر فشعورها أثقل طبعا السلكين بريدد أو مخياطات وهي طوله العرض الاتفاع اللي بحب يعرف نحكي شوي عن برنامج انجينيوتي أو السوفتوير اللي جاي مع الموسات الاثنين الخاص بهايبر اكس للتحكم بإضاءة الار جي بي مش بس بالار جي بي وبالخصائص المختلفة للماكروز للسنستيفيتي تبعت الماوس أو الحساسية تبعتها وخصائص أخرى مختلفة تقدر تسيب عليها بروفايلز إلى آخره هيا نزله نعمل له داونلود ونعمل له انستول ونشكل البرنامج نشوف شو الأشياء اللي ممكن نعملها من الداخل للتحكم بالماوس طبعا بعد ما نعمل ستارت مجرد ما نشغله إذا كان فيه فرموير أو سوفتوير جديد للماوس أوتوماتيكلي رح يحكي لنا أنه بدنا ننزله هيني نزلت وعملت أبغايد للسيرج طبعا رح أجرب على السيرج لأنه عدد الإضاءة فيها أكبر وكمية التحكم أكبر هيا نقدر نشوف الماوس من أكثر من جهة نتحكم بمليون خيار للإضاءة ما رح أخط فيهم كلهم ولكن هيا تقدر نتحكم بالطريقة اللي تظهر فيها الألوان بعدد الألوان بكل ضوء لحاله أدرسها بالRGB فهي فيشة جدا ممتازة وبنسبة للحساسية عندنا من أقل ما يمكن لـ 16000 dpi تتحكم وبتقدر تحط الحساسية لللون اللي بدك إياه وفيه الكبسات نفسها نقدر نعملها ماكروز أو نغير شو كل كبسة بتعمل زائد منخزن كل البروفايل والطريقة اللي بدنا إياهم نعمل ماكروز زي ما حكينا فالبرنامج بشكل عام جدا ممتاز ومليء بالخصائص وما شفت فيه بقز خلال الفترة اللي بيستخدم فيها الماوسات تقريبا ثلاث أسابيع إضافة الكبسة العلوية اللي بتتحكم بالDPI أو الحساسية بتتحكم أيضا بالRGB والبروفايلز المختلفة والماكروز كل إشي بنقدر نغيره من البرنامج نفسه البرنامج جدا شامل ومليان أشياء فما رح أخذ بكل تفاصيله ولكن إذا كتاب لكم واشتريتوا الماوس إن شاء الله بتشوفوا قديش هو عن جد فيه خصائص مختلفة أنا عجبني بعضهم من البرامج الجديدة ولكن البقز فيه قليلة وداءه جدا لطيف وعجبني نيجي لخلاصة تجربتي مع هالماوسين والماوس باد خلال فترة ثلاث أسابيع بهاي الأثناء شوفوا الإضاءات المختلفة من الRGB على الشاشة وأنا بتحكم ببرنامج Ingenuity عشان تأخذوا فكرة عن شكل الإضاءة تشوفوا عجبتكو ولا لا الماوسين تقريبا نفس الفئة موجهين للإيسبورت أو اللاعبين المحترفين سعرهم مش غالي ما رح أحكي عن السعر بالظبط لأنه بتعرف كيف الأسعار مختلفة ولكن فئتهم السعرية جدا متقاربة استخداماتهم جدا متقاربة يعني الماوسين برضو نوعين من الأذواق الناس اللي بتحب الماوس اللي قرب أو مسكتها أثبت والناس اللي بتحب الماوس اللي مسكتها أثقل ولكن هي إيدك عليها أسلس مش ثابتة 100% طبعا في ناس بفضله هيك في ناس بفضله هيك فشوف حسب أنت شو بتحب الماوس طبعتك تبين أكبر بإيدك ولكن بشكل عام حركتهم جدا سلسة كبساتهم استجابتها أفضل السرج صراحة كبستها أحلى بالإيد الـ FPS Pro مسكتها أحلى بالإيد فأنا عن جد لحد الآن بتحير بدي كمان وقت عشان أجرب بين الماوسين عشان أعرف إيش الماوس اللي مفضلة إلي ولكن حاليا أنا قاعد بستخدم السرج لأنه الأمرون سويتشز صراحة عملت لي إضافة جدا ممتازة زائد أنه الـ Ring RGB اللي حواليها جدا جدا جميل أنا بالنسبة لي حابه ولكن الـ FPS Pro كأداء جدا رائعة مسكتها جدا ممتازة ربرات يعني ياريت لو كان فيه ربرات على السرج كان بقولكم سرج أكيد أو السرج أكبر ولكن أكيد صعب واحد يحط رينج مع شكل الـ FPS Pro فأنا متأكد أنه هاي المعضل اللي واجهوها جماعة HyperX ولكن برفع لهم من قبعة أنهم عملوا الماوسين يعني حطوا هاي بفئة أو هاي بفئة أو ثنتين تقريبا نفس السعر وخلوني أتحير هاي السلبية أنه ثنتين نفس السعر لو فيه واحدة أغلى من الثانية كان قدرت الله أو سعرهم متقاربة عن بيحكي نفس السعر فحيروني شوي ولكن كويس الواحد يتحير بين إشيان كويسين إذا بدي أحكي عن سلبية الفنش شوي نعمة يعني لو كانت الفنش شوي أخشن الأصابع ما بتزحلق عليها كتير يعني ممكن الواحد بعد فترة من اللعب لو يعرق نتفه ممكن يضطر يمسح إيدهم فترة للتانية ولكن مع الوقت الواحد بتعود عليها خصوصا بالسرج لأنه على الجناب ما في ربرات فمع التعويض بتهيئ لي هاي المشكلة بتنحل بالنسبة للموس باد صراحة ما عندي أي ملاحظة سلبية عليها الكواليتي تبعتها جدا ممتازة حتى أنا بالغلط مش قصدا كبيت عليها أكتر من إشي ومسحتها ونطفك بشكل جدا جميل ما في هريان حوافها جدا متقنة الصنع زائد المتير نفسها ما بتزحليك كتير فأول إن أول أو بشكل عام جدا ممتازة وأنا بنصح فيها طبعا اللي فيكم ما بفضل للحجم الكبير فيه ثلاث أحجام أخرى أصغر فأصغر فأصغر شوفوا الحجم المناسب إلكو وابلشوا فيها أو استعملوها وصلنا لنهاية الفيديو بعرف طولنا عليكو شوي بالمعاينة ولكن كان لازم نغطي جميع جوانب هاي المنتجات زي ما وعدناكو كتعويض إلكو هاي جائزة أو جيفووي على الثلاث موسات بولس فاير اف بي اس برو مقدمة من هاي بر اكس شكرا جزيلا لهم هاي رح تكون أول جيفووي بسلسلة جيفووي لحد ما نوصل إلى 100 ألف مشترك رح نعمل حملة إن شاء الله مكثف لجوائز كجزء من رد الجميل لكم فلا تنسوا ادعمونا وتابعوا إن شاء الله كل المسابقات والجواز رح نعلن عن هاي الجيفووي خلال الأيام القليل القادمة ما رح نطول عليكو بفيديو خاص وراح نحكي كيف تشتركوا وكيف تربحوا كالعادة شكرا لكم على المتابعة إذا عجبكم الفيديو عملوا للايك إذا ما عجبكم عارفين شو تعملوا لا تنسوا اشتركوا بالقناة فعلوا كبسة الجرس عشان توصلكوا أي فيديوهات جديدة مننا أو أي مسابقات وكيفوويز مختلفة إذا عندكم أسئل ملاحظات أو اختراحات حطوها بالتعليقات أو تواصلوا معنا على أي شبك من شركات تواصل اجتماعي اسمنا عليها هو كامبوتر موجود بوصف القناة ووصف الفيديو نشوفك فيديو ثاني إن شاء الله تحية كبيرة جدا من دارك سولز ومني مد سلام